اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين الحلقة دي هنتكلم فيها عن تحقيق شروط اليوتيوب ازاي نحقق 4000 ساعة مشاهدة والالف مشترك بطريقة مصبوطة وفي اسرع وقت علشان نبدأ نحقق الربح من القناة بتاعتنا لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجاس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونكمل بعد الفاصل في البداية احب اوضح النشرة يوتيوب من الصعبة وانت تقدر تحققها لكن قبل ما اقولك ازاي لازم تبقى عارف انك لازم تتعب وتقدم شغل كويس ومحتوى قوي علشان تقدر تاخد فلوس من يوتيوب علشان لو مفكر ان الموضوع هيمشي كده وانك هتاخد محتوى من حد وتبدأ ترفعه تاني وتحطه على القناة بتاعتك يبقى انت غلطان ومالوش لازم ان انت تشوف الكلام ده كله ولا تتبع الحلقة حتى اول حاجة علشان تضمن ان انت تتحقق شرية اليوتيوب اللي هم 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك حصرية المحتوى المقصود بالمحتوى الحصر مش انك تختار حاجة جديدة يعني على الاقل لما تيجي تعمل محتوى موجود لازم يكون في اضافة منك ولو معلومة زيك زي غيرك يبقى ايه الافادة ان انا ادخل واشوفك يعني انت لو هتقدم معلومة هي هي قناة تانية عاملها يبقى لازم انت على الاقل لو هتعمل حاجة موجودة يكون في اضافة من عندك يكون في معلومة جديدة انت قدرت توصل لها وتقدمها في الفيديو بتاعك تاني حاجة الاستمرارية لازم تبقى عافية ان تحقيق شرية اليوتيوب مش هيحصل بين يوم وليلة يعني انا دلوقتي ما عنديش اعلانات ما افتكرش ان انا لو اشتغلت لحد الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي هدخل اعلانات لا طبعا لان اربعة تلاف ساعة مشاهدة و1000 مشترك مش هيجوا كده على طول ولا بالسهل لازم تتعب وتصبر وترفع المحتوى بتاعك باستمرار من غير ما ترأس لان طبيعي في الاول مش هيكون لك اي وجود ومش هتقارن نفسك بقنوات لها سنين على يوتيوب وعايز تظهر جنبهم او عايز تتصدر وانت لسه عمل القناة مبالكش يومين في الطبيعي ان انت مش هيكون لك اي زيارات ولا اي زهور ولا اي حاجة في الاول خالص يعني ما تستناش ان انت تبان على اي حاجة في الاول تالت حاجة تساعدنا في تحقيق شروط اليوتيوب عدد الفيديوهات النقطة دي مهم علشان خورزميات جوجل تبدأ تعرف بوجودك انك لازم تواظب على الاستمرارية في الرفع وكمان يكون لك عدد كويس جدا من الفيديوهات يعني ما تكتفيش ان انت مثلا تصور حلقات وترفع مرتين في الاسبوع لو تقدر تخليهم تلاتة او اربعة لو تقدر تخليهم يوميا يبقى كويس جدا يعني كل ما زاد عدد الفيديوهات زاد نسبة تحقيق شروط اليوتيوب لان انت مثلا عندك كده لو انت فيديو مثلا بيجيب خمس تلاف مشاهدة طب فيديوهين هيبقوا عشر تلاف تلاتة خمستاشر الف وهكذا يعني كل ما بتزود فيديوهاتها كل ما بتزيد نسبة المشاهدات على الفيديو كل ما بتزيد النسبة ان انت تحقق الوقت والشروط بتاعت اليوتيوب يبقى انت لازم ترفع محتوى باستمرار وكمان الكمية تكون كبيرة على قد ما تقدر طبعا الكمية الكبيرة دي مش معناها ان انت تحط حشو وخلاص لان لو حشو وخلاص يبقى كل اللي بتعمله ده على الفراض لاحد هيتابعك ولا حد هيخش يشوف فيديوهاتك ولا ليه اي لازمة اللي انت هتعمله رابع نقطة تساعدك في تحقيق شروط اليوتيوب اللي هي تنويع الفيديوهات لازم تبقى عاية في ان مهما كان المجال اللي بتشتغل فيه او بتعمل فيه محتوى فيه اكيد طريقة للتنوع بين الفيديوهات يعني مش كل الفيديوهات هتبقى عن نوعية واحدة يعني دلوقتي لو القناة بتاعتي بتكلم عن استضافة المواقع يبقى مش كل كلامي وكل حلقاتي عن استضافة بيلوهوست مش كل كلامي وكل الحلقات هتبقى عن الاستضافة المشتركة لازم يبقى فيه تنويع لازم اجيب شركة استضافة مختلفة ولازم اجيب انواع استضافة مختلفة وخطط استضافة كمان مختلفة لازم انوع على قد مقدر لان انا مش هاخد حاجة صغيرة ومستني منها ان انا حقق منها اربع تلاف ساعة مشاهدة والف مشترك لا كل ما نوعت بس برضو يكون في اقتار المجال بتاع يعني لما تكون القناة بتاعتي بتتكلم عن الاستضافة وتكلم مثلا عن الدومين هل كده انا روحت بعيد ما هي هي الاستضافة لازم لها دومين علشان تعمل موقع او المدونة بتاعتك يبقى انت لازم تنوع في الحلقات بتاعتك على قد ما تقدر وفي نفس الوقت ما تخرجش برا المجال بتاعك خامس نقطة اللي هي مدة الفيديوهات مدة الحلقات اللي انت بتصورها النقطة دي مهمة جدا مدة الفيديوهات لازم تبقى طويلة يعني ما بقاش الفيديو اقل من 10 دقايق لان الفيديوهات القسيرة دي اصلا مش محببة من جوجل يعني جوجل ما بيحبهاش لما تعمل فيديو دقيقة او دقيقتين ده مش مفضل لجوجل على الاقل على الاقل في الاول وانت لسه القناة مبتدأ يعني مثلا على سبيل المثال اهو ومسلا دي حاجة مش معمول لحسابها ادي فيديوهات مثلا دقيقتين ونص او دقيقتين ونص برضو وده برضو مش هيزيد عن 3 دقايق وده مشاددة 13 مليون وتسعة مليون بس ده مش في الاول ده مش بيأسس قناة انت محتاج في الاول علشان تثبت وجودك وتثبت وجود القناة بتاعتك ان انت تعمل فيديوهات مش اقل من 10 دقايق لان كمان الفيديوهات اللي وقتها اقل من 10 دقايق دي لهتساعدك ان انت تحقق شريط اليوتيوب اللي هم 4000 ساعة ولا برضو هتثبت وجودك على اليوتيوب لان قلنا الفيديوهات القسيرة مش محببة بالنسبة لجوجل ونيجي مسلا على سبيل المثال نشرح حاجة بسيطة كده لو انت عندك فيديوهين فيديوهين واحد مدته 3 دقايق والتاني 10 دقايق وقلنا هيجي لكل فيديو 1000 مشاهدة يبقى 1 3 دقايق و11 دقايق وكل فيديو من دول هيجيله 1000 مشاهدة ونسبة المشاهدة هتكون 50% هنلاقي ان اول فيديو اللي هو 3 دقايق ده حقق وقت المشاهدة 1500 دقايق اجمالي اللي هو 1000 مشاهدة و50% نسبة مشاهدة ووقت الفيديو اصلا 3 دقايق يبقى هيعمل 1500 دقايق طب الفيديو التاني هنلاقي 5000 دقايق يعني فيه فرق كبير في كل حاجة اول حاجة ان انت قعدت الناس وقته اطول على يوتيوب 5000 دقايق وكمان وقت المشاهدة بتاعك في القناة زاد بدل ما هو 1000 ونص هيبقى 5000 يبقى انت كل ما عملت فيديوهات اطول كل ما ساعدت نفسك ان انت تتحقق شروط اليوتيوب الخاصة بال4000 ساعة مشاهدة كل ما عملت محتوى حصري وقوي واستمرت في ان انت ترفعه باستمرار بكمية كويسة هتقدر كمان تحصل الالف مشترك يعني عايز اقول ان تحقيق شروط اليوتيوب مش صعب انت تقدر تعمله لكن محتاج منك شغل ما تفكرش نفسك ان انت بمجرد ما هتعمل القناة وتبدأ ترفع فيديو او التاني ان انت كده هتحقق الشروط لا لازم شغل ويكون مستمر ويكون بقسرة ويكون جودته عالية يارب تكونوا استفدتم الحلقة ونشوفكم الحلقة الجاي موسيقى